نجح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جرى الرئيس الامريكي جو بايدن لزيارة السعودية على الرغم من الإساءات المتتالية من قبل الأخير وفي هذا الصدد رجحت صحيفة الأخبار اللبنانية أن تحمل زيارة بايدن مقايضات ثنائية على رأسها النفط مقابل سلامة بن سلمان بحسب الصحيفة كشفت أنه بمجرد أن يتعمد بايدن إشاعة الغموض بشأن اجتماعه مع بن سلمان فهذا يعني أن الأمور لم تحل بين الرجلين وما عزز هذا التقدير المذكور هو أن اجتماعات أوبيك بلوس أكدت أن بن سلمان ليس في وارد التخلي فورا عن تحالفه النفطي مع الرئيس الروسي الأمر الذي ينعكس بدوره على أسعار النفط التي لم تنخفض بعد الإعلان عن زيارة بايدن الصحيفة لفتت إلى أن أي تأثير سعودي وخليجي في أسواق النفط نحو خفض الأسعار لا يمكن أن يحصل إلا بتعطيل مفاعل الاتفاق مع بوتن الذي تنتهي مدته في أيلول المقبل والذي أظهرته أزمة روسيا وأوكرانيا ومجرته من ارتفاع في أسعار النفط أسهم في تعتيز مواقع طرفية فما كان من بن سلمان لو لهذا الاتفاق ليتمكن من فرض التراجع الكبير الذي سجل في موقف بايدن منذ توليه الرئاسة قبل عام ونصف من رفض مجرد اللقاء إلى توسله وفي مقابل مناورات بايدن بشأن لقاء جدة تمسكت السعودية بالعلاقة مع روسيا قوارقة ضغط لن تتخلى عنها بسهولة إلا إذا كان في العروض الأمريكية والإسرائيلية ما يغني بن سلمان نهائيا عن تلك الورقة وهذا يبدو حتى الآن صعب وعن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي لفتت الصحيفة إلى أن بايدن يحمل في رحلته سيفا قضائيا أما سيرميه من يده أو أن يوقف المبارزة وإما سيعود الرجلان إلى التبارز من جديد ويدور الحديث هنا حول قرار قاد أمريكي الطلب من الإدارة الأمريكية إبلاغه قبل الأول من آب المقبل ما إذا كانت تريد منح بن سلمان حصانة رؤساء الدول من المقاضات في قضية مدنية رفعتها ضده خطيبته جمال خاشقجي خديجة جانكيز الصحيفة سندت تتائج الزيارة وطرحت عدة مؤشرات إلى وجهة تحرك الإدارة الأمريكية التي تملك ثلاثة خيارات هي منح الحصانة أو حجبها أو عدم إبداء رأي وترك المسألة للقاضي إذ يبدو الخيار الثاني مستبعداً لأنه يعني عملياً أن لا اتفاق إلا أن السيناريو المتقدم سيكون في المقابل محرجاً لبايدن لأنه سيعني بيعاً علنياً لدمخة شقجي إلى بن سلمان على الطريقة التي حصلت في تركيا تمهيداً لمصالحة الرئيس التركي رجب طيب أردغان مع السعودية